يعني ترامب يصل إلى سدة الحكم والعرب في أوهن حالاتهم حرب في اليمن وحرب أهلية في سوريا ونظام مصري ينازع العديد من المشاكل المركبة هل تعتقد بأن سيناريو نقل العاصمة الأمريكية من تل أبي بل القدس ممكن في الوقت الراهن؟ يعني هذا أمر مشكوك فيه لأنه تقليديا كان هناك تصريحات كثيرة من قبل مرشحين أمريكيين بأنهم سينقلون السفارة إلى القدس وعندما يصبحون رؤساء يجدون ألف ذريعة للتنصل من هذا الوعد الانتخابي على كل حال نحن لسنا متأكدين من شيء مع ترامب رجل المفاجآت رجل الخارج عن النمط في التصريحات واتخاذ المواقف لا نعرف هل سيدير الولايات المتحدة من موقع الرئيس بثنما أدار حملته الانتخابية المثيرة للجدل في جميع أنحاء العالم أم أن مؤسسة أمريكية هادئة عاقلة يمكن أن ترشد خطوات هذا الرجل أستبعد نقل العاصمة لأن الأمر لا يتعلق فقط بالعلاقة الثنائية بين إسرائيل والولايات المتحدة ولا يتعلق كذلك بالتأثير على الفلسطينيين هذه مسألة في غاية الأهمية والخطورة تتعلق بالعرب والمسلمين أينما وجدوا لأن القدس ليست مجرد مدينة فلسطينية يجري التنازع عليها مع إسرائيل هي العاصمة الروحية للعالم العربي والإسلامي والمسيحي كذلك أعتقد أنه سيعد كثيرا قبل أن يتوصل القرار بهذا الشأن وهذا ما نرجوه إنما أدعو إلى استباق هذا الاحتمال بتحرك جدي من قبل عديدنا الزعماء العرب والمسلمين لتبصير الرئيس الأمريكي الجديد بمضاعفات انتخاذ قرار من هذا النوع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر